نروح للأدوية السيد محمد ونيس رئيس الشركة القابضة للأدوية قال إبعاء كلام مهم عشان أي حاجة في الأدوية دي معناها صحة الناس مباشرة يعني ما لقيتش طماطم ممكن تاكل خيار ما لقيتش دي إنما الدواء ده هتعرها نعمل ايه؟ قول إن خسائر الشركة المصرية لتجارة الأدوية خلال العام المالي المنتهي يونيو 2017 بلغت 819 مليون جنيه يعني مقرارين على المليار جنيه وده شكل ضربة موجعة للشركة وقال إنه ده في نزيف خسائر لو استمر هيهدد الشركات المصرية بالتوقف عن العمل إحنا هنا بقى عندنا مشكلة الشركة القابضة دي فيها 12 شركة منها 8 شركات انتاجية بتنتج حوالي اسمعوا رقم ده 1200 دواء 1200 مستحضر دوائي يعني بنتكلم على أدوية عالية جدا طبعا في بقى شركات تانية بتعبي الأدوية واخرى للتسويق والتصدير ووالاخره علشان نعرف التفاصيل أكتر معنا دكتور عادل عبد المقصود رئيس شعبة الصيادلة بيئة الغرفة التجارية مساء الخير يا دكتور مساء الخير يا فنم ممكن حالك توضح لنا يعني الناس مش يعني طبعا مش متخصصين ومش عارفين هو واحد من الناس حتى بقى الأخبار دي واحد أفكر شوية بس في الأخير ناس بلاقي عندي نقص معلومات عايزين نقول نعرف معلومات هو إيه اللي بيوصل إنه شركة قابضة كبيرة زي كده لو وضع تقول فيها إنها بتخسر وإنه نزيف الخسائر قد ترطب عليها التوقف عن العمل مثلا أي حاجة في الدنيا يا فنم تتجاوم من حاكين عشان نمتلك ملها نجاح إدارة ذات فكر عالي ورأس ما لتشتغر به إذا غاب الفكر العالي في الإدارة وشفافية الأيدي والإنتماء والخوف وعناصر كتير داخلة سيخ تمام لو عندها مال أرون حيروبها لما نيجي نقول حضرتك قلت من شوية شركة خسرانة الشركات القطة اللي تبع للشركة القطة هي فيها شركة واحدة تجارية اللي هي الشركة المصيرة لتجارة الأدوية والباقي كلها شركات مصنعة الشركة المصيرة لتجارة الأدوية ويدي شركة بتوزع وأكبر شركة القصصة في مصر من أيام جمال عبد الناصر وقائمة لغاية النهاردة بدأت نزيف الخسائر من بعد سنة 2015 بعد ما كانت ربحانة في ميزانين 2015-2016 على ما أذكر الرقم أعتقد كده 137 مليون جنيه بدأت في سنة 2015 في ميزانين 2015-2016 دي اللي كانت ربحانا أنا أسفة 366 مليون في 2016-2017 بدأت الخسائر توصل لـ 600 مليون نقف عند هذه الموطة دي مهمة جدا القانون المنظم لعمل الشركات قال إذا حصل خسارة أكتر من خمسين في المية من رأس المال المصدر لابد أن يتاخذ قرار لتصفيد الشركة ما هي الأسباب للخسائر للأسف الشريط أن الإدارة لما يكون مش مهتمة أو مش وقتها على عاطقة المسؤولية الكاملة في إدارة المكان اللي فيه الإدارة الحسنة لتعود على أصحاب الشأن وهو القطاع العام بالفائدة ضد بيع الشركة الشركة موردة لأدارة الصحة بمبالي كبيرة لها مدينية تتعدى المليون المليار جنيه وشوية تحصلها متأكد كثير ساحبة على المكشوف أرقام عدت لأربعة مليار جنيه مصري لك أن تتخيل حجم الفوائد القائمة على هذا الرقم كامل طب دكتور عادل ممكن بس أتأكد إن حاجة واحدة حاجة بتقولي إنها سنة 16 كانت كسبانة سنة 17 سنة 16 كانت كسبانة في ميزانيتها 136 مليون بالضبط والسنة اللي بعدها إلا حصل كل سنة اللي بعدها حصلت لها الخسائر فيها وصلت إلى الرقم 600 مليون جنيه يعني خسرت 600 مليون جنيه أه خسرت يعني من مكسر حاجة بسيطة جداً معليش أنا أسف لا تفضل لما شركة تخسر الرقم اللي أنا قلت لحضرتك ده هل يستحق يستحق والسؤال ده مهم جداً نحطه في الاعتبار صرف مكافآت هل يستحق صرف بدل حضور جلسات أو حوافظ لا طبعاً كما صرف في هذا العام مكافآت عبارة عن سبع شهور مكافآت للعملين رئيس مجلس الإدارة اللي مشي كان 187 ألف جنيه تحت بنت حوافظ وإضافات وشيء من هذا القبيل وبدلات بالألفاظ عشان يطلع العدو المنتدى بالشعون المالية كان 152 ألف جنيه طب يعني معليش أنا عايزة يحل الفلوس كتاعي العام بنتاخد بأزيز لا طبعاً ويمكن اللي حضرتك بتقوله ده بنضعوا إحنا أمام الرقابة الإدارية يعني الشارع في الدنيا الرقابة عارفة يا فن بكل ذا مين قال لحضرك الرقابة مش عارفة طب ليه عارفة طبعاً بشغالة مش مشغالة مين يقول الكلام طب هل هي مكفاءات يعني اسمح لي دكتور عادل هل هي مكفاءات دورية بمعنى إيه إنه اعتادة الناس أن تأخذ هذه المكفاءات سواء الشركة كان عندها مكاسب أو كان عندها خسائر في عادة كده في بعض المؤسسات المصرية وكلنا نعلم بيسألوا عن الحوافظ والمكفاءات وبلا اهتمام إحنا كسبنا ولا لا وده موجود كتير في حالات كتير في القطاع العام هل هي مكفاءات دورية بيحجروا نفسهم بيحجروا نفسهم أنا يعني يعني حتى الموضوع ده أنا بس عايزة أسأل حضرتك سؤال حضرتك وإنت بتقول المقارنة بين 2016 و2017 لو أنا كده يعني قعدة مكان المشاهد الكريم دلوقتي بس مع حضرتك حيطلع عندي سؤال السؤال بيقول إيه لحضرتك بيقول طيب في 2016 كان لسه الدواء بسعره العادي ما كانش فيه تعويم للجنيه وكنا لسه في الأسعار العادية ومع ذلك حضرتك بتقول إنه كان فيه خساير وفي 2017 إحنا من نوفمبر 2016 إحنا بنا سعر يعني الدولار وتعويم الجنيه فإذن ارتفعت الأسعار فإزاي يعني المكاسب جت مع ارتفاع الأسعار والمكاسب كنا خسرانين جدا مع السعر لما كان أقل كلام سعادتك مصبوط أنا عايزة أشرحه دا لمشاهدي الكريم ليه ليه ما أنا حاولي حضرتك أنت حضرتك عشان تربحي في شركة موزعة يلزمي ثلاث أربع عناصر توافر جميع أصناف الأدوية طرف حضرتك عشان اللي يطلب إليه وبالتالي ما تتبيع بتربحي ده عنصر أولاني العنصر الثاني الإدارة الحسنة اللي موجودة العنصر الثالث العناصر الموجودة دي تعمل على نمو المبيعات بتاعك نيجي لأول حتة تقفر الأدوية زي ما قلت لهاتي ساتك في بداية الحديث أن إحنا عندنا مجموعة شركات تابعة للشركة القطة وكلهم شركات شقيقة للشركة القطة أربحها في الآخر بصدق في الشركة القطة دول مسمعهم في السور مصري النهاردة الإخوة الأعدامي مسمى هذه الشركات التابعة للشركة القطة الإخوة الأعدامي هذا اللفظ بيطلب في السور ليه إنتاجهم بيروح للشركة المصرية بعدما الأصناف الحيوية اللي فيها دي بتوزيعها للشركات الأخرى يوم السيدالي في السور لما يجي يطلب يقول له مش موجود بالطبع يلجأ للشركات الأخرى عشان ياخد منه وبعد ما ياخد احتياجاته يلاقي المنتج اللي كان محتاجه بدأ يوصل للشركة المصري التقابة للأدوية القطاع العام مهمل إهمال تقدر تقولي عليه متعمد أو إهمال عدم موجود المسؤول فيه أن يسعى بنفسه للجري على أنه يجيب الحاجة اللي تشغره ويجبه ربعها دكتور عادل عبد المقصود رئيس شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية خلنا أشكد حضرتك وإن كنت حضرتك فتحت لنا يعني بابا لنقاش عايزين يكون هنا في الستوديو بشأن إيه اللي بيحصل في صناعة وتجارة الدواء في مصر ملف واضح لو كبير وعايز نقاش علشان احتراما لمشاهدنا اللي بيشاهدنا هيقول الله طب أنتو ما عقبتوش على الكلام اللي قاله بتاع الناس اللي بتاخد حوافز لا إحنا بنرفع كل كلام اللي قاله دكتور عادل وبنضعه أمام السادة المسؤولين الكلام اللي تقال ده هل يستحق أن يأخذ المواطنين أو الموظفين في مصر حوافز على شركة ما بتكسبش ده سؤال أعتقد مش إحنا اللي هنجاوب عنه ولكن الأجهزة والمؤسسات لابد أن يكون فيه إجابة وإحنا موجودين على المائدتنا المستديرة بنحاول نطرح هذا النقاش قريبا في انتظار رد حضرته